والهندسية التابعة لجيش النظام بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة متمسكة بخطتها منع الميليشيات الإيرانية من التمدد في البلد المجاور لها فضلا عن منع تهريب السلاح إلى حزب الله اللبناني يبدو أن إسرائيل لن تتوقف عن استهداف العديد من المواقع الإيرانية في سوريا فقد أعلنت وسائل علام تابعة للنظام السوري أن ضربات إسرائيلية طالت فجر الأحد مواقع في العاصمة دمشق كما أكدت أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام تصدت لها وأضافت أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق وتابعت أن الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة عن القصف الأخير بدوره كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل استهدافت منطقة كفرسوسة بقلب دمشق طال مدرسة إيرانية ما أصفر عن تدمير المبنى ومنطقة أخرى واقع ما بين السيدة زينب والديابية بريف العاصمة ما نجم عن حرائق وانفجارات كما لفت إلى وجود أنباء عن خسائر بشرية جراء الغارات الإسرائيلية تتحدث عن 15 قتيلا إلى ذلك تنقل سوريون على موقع تواصل اجتماعي خبر الاستهداف الإسرائيلي مؤكدين أن أصوات الانفجارات علت إلى حد كبير في سماء العاصمة يا رب قلت فسلم موسيقى